اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماشي يا ابني طالما هيك بدك وطالما انت مجبور يلا قوس انا يلي عملت كل شي بابا انجن انا يلي عتلته كمان اوست وانا امتطلع بعيونه واتلته طيب علي علي ما الو علاقة بها الموضوع بس انا ضغط عليه لا يتحمل المسؤولية انا عملت هيك لانه حوالي اقتلك كان بيستحق انه ينتم بس هداك الواطي لعب لعبته الوصغة مين رجب سجل كل شي صار كان بيعرف انه رايحين على المكان يلي متخبجوا واتو انجن وهداك اليوم رحت لعنده على المكتب هو ورجاني تسجيل الكاميرات امبين كيف اتلت انجن واضح كل شي الحقير هددني ولي انه لا سميت لك ولا هو رح يعطي التسجيلات لا الشرطة والاعلام ويفضح جريمتي بابا خد اقتلني خلصني من هي الشغلة يلا بابا اوصني وريحني بابا يلا ام عدنان ام وينه رجب هلا رح يكون هون خلال ساعة لا يشوف بعيونه اني اوصتك هو رح يشوفك وانتي عم تقوصني موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتذكر قلتلك لا تضيع الفرصة مثل اخوك الوداع خلصت المشكلة؟ حلقناها ما؟ شو يلي حلقناها عدنان؟ احكي شو يلي حلقناه؟ حلقنا قصت انك كذبت علي؟ ولا قصت قتله للمسكين علي؟ ولا حلينك كمان موضوع قتلك لإنجن؟ بالوقت يلي هو كان فيه أعزل؟ هات فهمني لاش كذبت علي واستنيت؟ لا هلق لقلت لي الحقيقة فهمني؟ يلا نحنا ما حلين شي لأنه انت خربت كل شي يا عدنان انت ابني مو هيك؟ ها؟ انت ابني ألي ربيتو كبرتو؟ ها؟ الحمد لله انتهى كل شي يا عمي وراح الخطر ارتاح يا جمور لا توخزيني يا بنتي رصبا عني ضربتك هذاك الكف ما بتسدي قديش كنت خايف اخسرك في رجال مسلحين هاجموا البيت اللي كنا فيه بس الحمد التي كنا أنقذنا لهذا السبب أنا أمنت عليكم أنا بتشكرك كتير لأنك ما خيبت ثقة وكنت قد المسؤولية طيب شو صار برجا؟ ما عد في حدا بيه الاسم كنت عطيكي وعد يا بنتي قلتلك رح اترك هالشغلات وهلأ إذا قلتلك اني تركت هالشغلات نهائيا بتجي معي؟ أه بيجي بابا؟ يلا عدنان ما رح يجي معنا كمان؟ أمي عدنان هو اللي قوصه لإنجن كيف؟ ابني عدنان عن جد قوص إنجن وقتله؟ سبتي تعيي باب السيارة جيبكا سيتمون سرعة من أمني؟ يلا أمي من روح على المشفى؟ لا ابني خلينا نروح على البيت بابا رجب كان حاطت كاميرات سرية ومسجل كل شيء وأجبر عدنان يشتغل لصالحه أجبر إنه يشتغل لصالحه؟ أنا أخي منه المصدر حضرة الضابط أنا واثقة أنه هديك المرة بتعرف شي شوف هاي الملاحظة روحي واسألي مرته لعلي زوجها هو اللي قتله لإنجن ولا ابنه لكان عن كورهان هو اللي قتله قلنا لك إنه استجوابناها للمرة بس هي ما بتعرف شي ومو بنفسك رحتي لعندها وهي ما قالت لك شي إيه بس عم تكذب لأنه هي خايفة أنا متأكد إنه المرة ما بتعرف شي لو كانت بتعرف لحكت لنا كل شي طيب ليش ما بتحاولوا إن كنت اضغطوا عليها ما رح اتعلم شغلي منك يا أنسة ليكون بالدكاني اضغط عليها بسبب هالورقة اللي ما بعرف من وين لقيتيا بس والله هالمرة خلاص بكفي هيك يلا روح وصله على الباب أنا متأكدة إنه بتعرف محي ممكن تروحي من هون صدف خانهم أنتو مثل الكلخاي في من كان عن كورهان مو هيك ترشفوا قدامو ما حدا بيقدر إنه يوقف بيوشه لبرة فضلي معي ما عشي تركني طال على حال الله تقرر أنت ربيت ولدين وكبرتن يا كنعان واحد منهم ابنك الحقيقي يعني من لحمك ودمك والتاني تبنيته هو ما عنده لأب ولا أم بس أنت على طول كنت تحاول تربيهم مع بعضهم على نفس المبادئ بس شلو نصار هيك هذا زنبي يا أمي ما قدر تكون جنبهم وما رعيتهم بشكل منيح شو ساوي شو طال بإيدي أبي لو كان مكاني شو كان ساوي بها الحالة أبوك كان قاضي يا ابني والقانون كان حواليه مثل الحيطان الكبيرة وكأنه شي حيطان ألعى ضخمة يمكن لهذا السبب كان سهل عليه ياخد قراره بخصوص أي شيء بالأسف أنا ما عندي قوانين مكتوبة يا أمي لا قانونك مكتوب هون يعني على قلبك وضميرك مشان هيك شغلك صعب كثير يا أنسا تيكين تشرب قهوة؟ لا ما بدي كيف هو ابوكي؟ ممنح وضعه سيء وضعه سيء أهليم سهليم فيك أهليم فيك عندك شيء أوامي؟ مثل العادة ترجمة نانسي قنقر 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 يا أبني أنت مغلطت بالعكس يلي ساويته هو الصح كانوا قتلون لو ما قلتلن عمكانها أبولا يا جمور قوي وعنده رجالي بيحموها بس نحنا ما عنا حدا بنوم هدول الجماعة ما بيناسبونا يا روحي رح أحكي مع الدكتور من شان نخرجك بعدين رح أخذك معي على البيت اتفقنا؟ صباح الخير صباح النور عدنا ما أجعى على البيت؟ لا هو شلون بيساوي هيك؟ ما عم بقدر استوعب شلون بيطاعه قلبه يقتل والشو رح يصير هلأ؟ والله ما بعرف صباح الخير صباح الخير صباح النور صباح الخير أنا عم جهز لفتور بتشربوا شاي هلأ؟ ايه أنا بشرب ياغز؟ يا جمور يا جمور هاي انتي؟ ألف الحمد لأ أنا مبسوط لأنك عايشي انت شو قلت؟ مبسوط لأنه لسا كني عايشي؟ هيك قلت؟ كيف عرفت إنه كان ممكن يقتنع؟ يا جز انت شو ساويت؟ اشتركوا في القناة صباح الخير؟ مين انتي؟ أوه مو معقولة لهالدرجة بس على كلن صباح الخير أنا شو عم ساوي هون؟ لأنك كتير أصريت إنه تجي لا توخزيني ما عم بتذكر ايه لا تعزب حالك لأنه أي حدا بيشرب الكمية اللي انت شربتها ما رح يتذكرشي يا طرق أنا شفتك من قبل؟ أنا بعتقد إنك شفت وشي لسواني قبل ما تغيب عن الوعي بس كنت سكران ومنطفي على الآخر طيب نحنا أبدا أنا نمت برّة على الكنباية لا تقلق ما حدا أقرب عليك وإنت نايم مو وقت هالمسح الفاضي انت جوعان شي؟ عاو دفتار شكرا ما نجوعان أهوي؟ يسلموا شو اسميك؟ موسيقى 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 كل مرة كنت أمسك إيدك فيها كنت حس بقوة كبيرة بقدر تحدث فيها العالم موسيقى لهلأ ما بعادت عن طريق العدالة يا أبي موسيقى وبحياتي ما أزيت ولا حدا بريد موسيقى موسيقى أني واقف بوفص الاتهام موسيقى لأني أنا يلي لازم أخد القرار بخصوص ابني بس ما بعرف ليش هالمرة خايف أنه ضميري يخدعني موسيقى موسيقى شو كنت رح تساوي لو كنت محلي؟ موسيقى شو بدي ساوي؟ ممكن تقلي موسيقى 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 ألو نعم حضرة الضابط فهمت عليك يلا جاي فورا شو المبضوع ما بعرف اتصل الضابط جانك بالدو يعني خدي شو هاد شو رح يكون اجرتك طبعا آسف وحاق الفطور كمان وهدول مشان الفندق رجعنا على جيبتك وهلأ اروح من هون بسرعة ياجز انت اللي خبرتون عن مكاننا مو هيك شو الموضوع لتكون عم تهرب من حدا مو متل مالكين فكرة اجوا لهون مسلحين هددوني واخدوا امي رهيني وانت خفت وحكيتلون عن مكاننا مو هيك انا خلصت الاجراءات وهلأ صار فينا برأيي ان كنت اخرتو شوية خانو حضرتك بنت الشخص يلي عرض حياة ابني للخطر ما؟ مستحيل اتزوج من واحد جبعا مثلك موسيقى انت اللي قتلتو الاخي مو هيك؟ جاوبني يلا انت اللي قتلتو لأينجد ما؟ روحي ماني ناقصيك مرد سلمتك علي بالاخير رحت اعترف بكل شيء وبتشوف هالشيء ورجيك يا عدنان راح تقدمي شكوى؟ ايه اكيد لو سمح تعطينا هولتك اهلين تكين اهلين فيك ليش طلبتني حضرات الضاقط؟ صدف خانو مجت لهون مبارح وفي معاهي الملاحظة شو هالملاحظة؟ عندك معلومات بخصوص الشيء؟ اشتركوا في القناة اخي عدنان انا بدي شوفك انا عان اي بس معنا بالبيت بعرف انه موجود هون واكيد انتو عم تكذبوا ما فهمتك وليش اللي حتى كذب عليكي؟ اساساً كل حياتكم كذب انا بعرف هالشيء منيح بعد لو سمحت بترجاكي ما فينا نسمح لك تفوتي طيب طالما هو مو بالبيت معناته انا رح ضل واقفة هون وقبل ما ييجي ما اني متحركة من هون تمام؟ ما في داعي لهالشي انت روحي على بيتك وبس يجي نحنا من خبريك مو حلوة ابنه بتضلي واقفة عم تستنيه هون لا تلمسنيه لك بعد عني انا بعرف انه هو شو بعد عن طريق لك سعم يصير هون يا ولاد سدف تركوا تعالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة انت منيح ابدا شو الموضوع شخص قريب منك ارتكب زنب كبير وما بينغفر بنوب شو بتساوي له يا ترى انت بتقدر تاخده وتسلمه للعدالة بيديك لا ما بقدر اعمله وحتى ما كنت رح حسب الظن باتجاه هالشي بالمرة واذا انت ما فيك تساوي هالشي فلا تحسب الظن ببنوب نعم امي ابني ممكن تجي عالبيت بسرعة خير شوفي سدف عندي هلأ قال بدي تحكي معك ضروري شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر